أعلن المتحدث باسم السفارة الروسية في واشنطن أن تصريح مسؤولة في الخارجية الأمريكية بشأن جزيرة القرم يؤكد تورط الولايات المتحدة في النزاع بأوكرانيا وأتاتي تصريحات المسؤول الروسي بعد أن أعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشغون السياسية فيكتوريا نورلاندا أن الولايات المتحدة تدعم الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم معشرة إلى أن أوكرانيا لن تكون آمنة إذا كانت القرم غير من زوعة السلاح اتهم رئيس بيلاروسا الولايات المتحدة بعدم رغبتها بالسلام في أوكرانيا وقال إنها تضغط على الدول الأوروبية التي تريد السلام تعلموا حقيقتنا للإمكانية استعليناها الوقت. كانت ذهباً. الناسيين لا يريدون من هذا. ايضاً 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 بشغلها. ونحنون بالمشارة التي تريدونه.